اشتركوا في القناة السلطات في وادي وصحراء حضر موت تحذر من استغلال الاحتجاجات في تحقيق أهداف سياسية حشود ثورية بساحة الحرية في تعز تطالب بسرعة استكمال تحرير المحافظة إلى التفاصيل أهلا بكم أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا نحو مركز مديرة كتاف شمال محافظة صعدة وقال مصدر عسكري إن الجيش أحكم سيطرته على العديد من اتباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الإسفلتي بمديرة كتاف وذلك إثر اشتباكات عنفة مع الميليشيا الحوثية الإنقلابية وأسفلت المواجهات عن مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا وجرح أكثر من عشرين آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار وفاد المصدر أن الجيش شن هجوما مباغتا على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبدها خسائر فادحة وسعاد قاذفات RPG وذخائر وعددا من قطع الكلاشنكوف ولمزيد من التفاصيل حول تطورات المعارك الجاري حاليا في محافظة صعدة ينضم معنا عبر الهاتف عضو المركز الأعلامي للقوات المسلحة السيد يوسف العسيري مرحبا بك بداية سيد يوسف ولو تطلعنا بداية حول تطورات الأوضاع العسكرية في محافظة صعدة خاصة بما يتعلق بالعمليات العسكرية في مديرة كتاف مرحبا ناقي نعم نفذت قوات الجيش الوطنية خلال اليومين الماضيين عمليات عسكرية واسعة في محافظة في مديريتي كتاف والبقع ومديريتي باقم في كتاف تمكنت قوات الجيش الوطني من تقدم في مركز مديرية كتاف سيطرت على مديريتي كتاف في مديريتي باقم تمكنت قوات الجيش الوطني بتجيء أيضا مركز المديرية سيطرت على سلسلة جبال المزهر وتسعى أن يتقدم بالعزاجة الخلال اليوم القادمة على مركز المديرية سلسلة جبال المزهر ما هي أهمية والاستراتيجية فيما يتعلق بالتقدم العسكري الذي يحرزه الجيش الوطني حاليا طبعا جبال تبعد عن مركز مديريتي باقم هذه الجبال مرتفعات تمكن الجيش الوطني من سيطرة واسعة على المناطق المطلة عليها أيضا التقدم في محافظة في مديرية باقم وكتاف تقدم ذات أهمية استراتيجية كبيرة هم يعتبران الطريقة الثالثة أو الطريقة الأقل وعورة باتجاه التقدم نحو مدينة فعدة في جبال كتافة التي تبعد قوات الجيش الوطني ما يقارب ثلاثين كيلو عن مدينة فعدة التقدم في هذه المناطق ستمكن قوات الجيش الوطني من تنفيذ عمليات كبيرة وواسعة في مناطق ذات منطقة ذات تضاريس الوحورة طيب هل لديكم معلومات عن الخسائر التي مني بها الحوثيون طبعا الحوثيون يتكبدون خسائر كبيرة في هذه العملية التي تنفيذها الجيش جثث بالمئات خسائر في العتاد الجيش الوطني في كل عملية يقوم تنفيذها يتمكن من الحصول على الكثير من الأسلحة ومخازن الأسلحة للميليشيات خصوصا أن الميليشيات حولت هذه المحافظة إلى مخازن السلاح التي استقدمته من إيران والسلاح الذي قامت بنهذه من صنعها طيب في أوقات أو في فترات سابقة كان معنا قيادات عسكرية من القوات الوطنية الموجودين حاليا في محافظة صعدة وقالوا أن القوات تنطلق من خمسة محاور لتضييق الخناق على معقل زعيم ميليشيات الحوثين وهناك قوات قد بدأت تصل إلى بدايات منذينة مران نعم قوات الوطنية تسعى لتضويق الميليشيات داخل محافظة صعدة هناك خمسة محاور محور الملاحيظ محور رازح محور باقم محور البوكو وأيضا محور برط من محافظة الجوف هذه المحاور تسعى لخطوط الإمداد والتضييق الحصار على الميليشيات داخل محافظة صعدة والتحار الجيش الوطني أصبحت على مقربة من مزقة رأس عبد الميليشيات الحوثين من جبال مران المسافة الفاصلة ما بين قوات الجيش الوطني ومعقل الميليشيات 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 في مديرة حيدان 10 كيلو متر كل يوم قوات الجيش الوطني تقطع تقطع قطوط الإمداد ما بين محافظة صعدة والجبالة القرى كل يوم قوات الجيش الوطني تضيق الخناق على الميليشيات داخل محافظة طيب دعني أسألك سيد يوسف ما هي ردود أفعال المواطنين في القرى والمدن التي يدخلها قوات الجيش الوطني في المناطق الواقعة ضمن محافظة صعدة بالتأكيد أبناء محافظة صعدة يرفضون هذه الميليشيات ومشروعها التتميري ومشروع الموت بمجرد أصل قوات الجيش الوطني إذا هذه المناطق الأهلة السفن في محافظة صعدة يلقون ترحيباً وعاسعاً من قبل المدنيين بالإضافة إلى أن معظم أبناء المحافظة حجرهم الحوثي وشغدهم من بيوتهم وتلقاهم ملتأ معظمهم قد التحقوا بقوات الجيش الوطني في مختلف المحاور في محافظة صعدة نعم إذن أشكرك جزيلاً شكر عضو المركز الإعلامي للقوات الممسلحة سيد يوسف عسيري كنت معنا عبر الهدف إذن ومن صعدة إلى مأرب حيث قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء الركن فيصل حسن إن معركة دحل الإنقلاب مستمرة حتى تحرير صنعها وإقامة دولة الاتحادية الحديثة جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له لمواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة ميليش الحوثيين المدعومين من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب وخلال زيارة أطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات العسكرية في الجبهة وأشهد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادات السعودية مثمناً في الوقت نفسه الدور الفاعل لدولة الإمارات في إنهاء التمرد الحوثي على الدولة من جهة ما كدى مقاتل الجيش في جبهة هيلان استعدادهم التام لمواصلة القتال حتى إنهاء الانقلاب وتحرير الصنعاء من ميليشيا الحوثيين دفع الجيش الوطني بتعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة إلى مديرة التحيطة جنوب الحديدة وذلك في إطار الإستعدادات لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة الزبيد وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني إن عملية تحرير مديرة التحيطة وزبيد سوف تسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيطة والجراحي كما ستعمل على تأمين خطوط إمداد القوات المشاركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي وأكد الكوكباني أن الميليشيا الحوثية تخسر كثيرا في الساحل الغربي وفقدت فعليتها بسبب النقص الكبير في صفوف مقاتليها وانهيار معنويات من تبقى منهم بسبب أنهم يقاتلون بدون أي قيادات ميدانية حيث فرت غالبيتها واتركت عناصرها تواجه الموت وأشار القائد العسكري لقوات المقاومة التهمية إن قوات الجيش تعمل مع المقاومة الشعبية على تأمين شامل للمناطق المحررة والطريق الساحلي الذي يشكل خط إمداد حيوي لها وتتزامن عمليات التأمين مع ما تقوم به الفرق الهندسية من نزع وتفجير شبكات وحقول الألغام التي زرعت الميليشيات بالآلاف وبشكل عشوائي على امتداد مناطق الساحل الغربي في غضون ذلك صد الجيش الوطني هجوما شنت ميليشي الحوثيين استهدف مواقعه في مديرة حيس جنوب محافظة الحوثيدة وقال مصر ميداني إن الهجوم الحوثي استهدف مواقع الجيش في جنوب حيس أضف أن قوات تابعة للواء سبع عمالقة تصدت للهجوم وشنت هجوما معاكسا من جهتين لجأت معها العناصر المهاجمة من الميليشيا للاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم وفي السياق ارتفع عدد الضحايا المدنيين من سكان حيس بقذايف ميليشيا الحوثيين إلى 45 شهيدا أشرت مصادر محلية إلى أن العدد ارتفع باستشهاد المواطن بندر سعيد الأهدل بقذيفة أطلقها الحوثيون على مستشفى حيس ويقول الأهالي أن قذائف الموت الحوثية لا تكاد تتوقف عن منازلهم وأن ساعات الأمان يوميا تتراوح بين خمس إلى سبع ساعات فقط في الضالة قتل وأصيب خمسة وعشرون من عناصر الميليشيا الحوثية في معارك مع الجيش الوطني بجبهة موريس شمال المحافظة وقالت مصادر ميدانية أن مواجهة نشبت بين الجانبين عقب إفشال وحدات من الجيش في القطاع الغربي بموريس لعملية تسلل للميليشيا الحوثية بمواقع الرحبة والسلول التابعة لمنطقة سون الواقعة غربي موريس وشهدت قرى رمى، رمى، وجبلي، ناصا، ومرمق مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والميليشيا تكبد فيها الإنقلابيون خسائر بشرية ومادية وأسفرت المعارك بحسب المصادر عن مقتل سبعة عشر عنصرا من الميليشيا وإصابة ثمانية آخرين تمكن الجيش من انتشال ثلاثة أو ثلاث جثث منهم فيما لازالت الجثث الأخرى مرمية بأطراف منطقة الرحبة والسلول قال قائد محور بيحان قائد لواء ستة وعشرين ميكا لواء الركن مفرح بحيبح إن قوات الجيش في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء تجاوز السلاسل الجبلية وأصبحت طلائعها بالقرب من مفرق عفار الإستراتيجية وأكد خلال زيارة تفقدية له إلى الخطوط الأمامية بجبهة الملاجم من اتجاه ناطع بمعية مندوب التحالف العربي لجبهة البيضاء وبيحان استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير محافظة البيضاء وكل المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الإنقلابيين الحوثيين وثمن لواء بحيبح الجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش والمقاومة في جبهة المحور في ناطع ونعمان وأثمر ذلك عن انتقال المعارك إلى الملاجم معربا عن ثقته بقدرة الجيش والمقاومة على القيام بواجبهم على أكمل وجه وتحت أي ظروف وأشهد قائد محوري بيحان بدعم التحالف العربي وإسناد الجوي الذي مكن قوات الجيش من الوصول إلى القرب من مفرق عفار الإستراتيجية في الضالة أيضا نجل قياده بالمقاومة الجنوبية في المحافظة عبدالواحد أحمد حمود الشاعري من محاولة اغتيال بواسطة قنبلة يدوية وقال مكتب الإعلام في المحافظة إن مسلحين مجهولين فجروا قنبلة في منزل القيادي في المقاومة في قرية حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين وأوضح أن تفجير لحقه إطلاق رصاص من أماكن متفرقة على المنزل ولذى المسلحون بالفرار إلى جهة غير معلومة وعفقا للبيان فإن الهجوم لم يخلف أي ضحايا فيما طوقت عربات تابعة لقوات الحزام الأمني المنطقة المحيطة بالمكان وكان القيادي الشاعري قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة قبل أشهر من قبل مسلحين مجهولين ملثمين كانوا على متن دراجة نارية في لحج فكك خبراء متفجرات من الجيش الوطني عبوة ناسفة تم وضعها قرب جسر على طريق هيجة العبد الإستراتيجي في المحافظة وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاه جبلي التابعة لمحور تعز العقيد عبد الحكيم الدربعي إن قوات اللواء المرابطة في طريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن عثرت على عبوة ناسفة تم زرعها في سوق الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد وأضاف العقيد أن فريقا هندسيا تابعا للواء عمل على تفكيك العبوة وإبطال مفعولها وشرعت القوات في تنفيذ عمليات تحر لمعرفة العناصر التي تقف وراء زرع العبوة وسط توقعات بأن تكون الميليشيا من خططت لذلك خاصة وأنها حاولت قطع طريق أكثر من مرة لكنها باءت بالفشل قال سفير اليمن لدى واشنطن ومندوبها لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك إن تسليم الحديدة يعتبر اختبارا لمدى جدية الميليشيا الحوثية في التعاطي مع ملف المصالحة وأكد بن مبارك في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط أن من دون الانسحاب فإن المسألة ستكون تحت طائلة أو تحت دائرة إطالة معاناة الشعب اليمنية وأضاف أن الحكومة والتحالف العربي لن يسمح للميليشيا بأن تستخدم تلك المعاناة للابتزاز والمتاجرة بالملف الإنساني كما تم طوال سنوات الماضية واشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أن تسليم ميناء ومدينة الحديدة وانسحاب الميليشيا منها خطوة مهمة في إجراءات إعادة بناء الثقة التي ستهيء حتما لأي مشاورات مقبلة وستبين مدى استعداد الميليشيا لتطبيق القرار الأممي رقب 22-16 وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة كانت وما زالت الأكثر حرصا على السلام والأكثر تقديما للتنازلات طوال الفترة الماضية التي خاضتها في مشاورات السلام بقيادة الأمم المتحدة إلى أنه قال أن تلك التنازلات لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال على حساب سعادة الدولة الضامنة لحقوق كل اليمنيين أو تقود للقبول بوجود ميليشياوي في مستقبل اليمن يخدم أجندات خارجية وقال سفير اليمن لدى واشنطن المندوب لدى الأمم المتحدة إن السلام الذي سنقدم له التنازلات هو السلام المستدام الذي يسند على المرجعيات الثلاث ومقدمتها أو ما قدمته الحكومة من تنازلات ومرونة في مشاورات الكويت خير مثال حذرت قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون المجلس الانتقالي الجنوبي من استغلال احتجاجات السكان في تحقيق مطالب خاصة وأهداف سياسية تبعد تلك المطالب عن أو تبعد تلك المطالب عن أهدافها الرسمية السامية جاهد في بيان للسلطات عقب احتجاجات شهدتها مدينة سيئون للمطالبة بضبط الأمن وتوفير الخدمات واشدد البيان على المحتجين بعدم السماح لمن سماهم بضعفاء النفوس والمندسين من استغلال تلك المطالبات في تحقيق مطالب خاصة وأهداف سياسية تبعد تلك المطالب عن أهدافها الرسمية السامية وقالت القيادات الميدانية أو المدنية والعسكرية في وادي وصحراء حضرموت إنها لن تتهاون بأي حال من الأحوال مع من يريد العبث بالأمن والاستقرار داعية السكان في المديريات إلى التحلي بالسلمية والصبر والحكمة أثناء مطالبتهم بالحقوق العامة المشروعة وأشارت السلطات إلى أنها تعمل في ظروف استثنائية معقدة وإمكانيات شحيحة وتسحى للاستفادة القصوى مما هو متوفر لديها من إمكانيات فنية وبشرية ومادية لضبط العمل وتطوير الخدمات في المؤسسات العامة المرتبطة وأكد البيان أن هذا الوضع من انفلات أمني وتراجع في الخدمات لن يسمر طويلاً وهناك تحركات وجهود مكثفة من قبل السلطة من أجل إيجاد الحلول والمعالجات لكل القضايا الملحة والضرورية قريباً أكد مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحل تحقيق الشرطة نجاحاً على صعيد استثباب الأمن والاستقرار في المراتق المحررة من المدينة والمحافظة وسعرض العميد الأكحل خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري مسجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة والخطط التي نفذتها إدارة الأمن عبر مختلف وحداتها الأمنية خلال الفترة المنصرمة ويأتي لقاء مدير عام شرطة تعز مع وزير الداخلية بعد تحقيق السلطات العسكرية والأمنية إنجازاً ملحوظاً لحملات أمنية سيرتها لمواجهة توسع دائرة عمليات الاغتيالات التي استهدفت عسكريين ومدنيين وشدد الوزير الميسري على أهمية أن تطلع مختلف الأجهزة الأمنية بدورها على أكمل وجه وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وردع العناصر التي تحاول إثارة الفوضى وزعزعة الأمن بأي شكل من الأشكال مشيداً بما تبدله الأجهزة الأمنية بالمحافظة من جهود وفق الإمكانيات المتاحة لديها وقال الوزير الميسري أن قيادة وزارة الداخلية تتفهم حجم الصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية بتغز نتيجة أحداث الحرب العدوانية التي شنتها ميليشي الحوثيين على المحافظة وأثرت على مختلف مؤسسات الدولة فيها وفي مقدمتها الأمنية التي تعرضت مبانيها للدمار والخراب ونوها وزير الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية في إنهاء كافة الإشكالات التي تعاني منها المؤسسات الأمنية في مختلف المحافظات المحررة بما يضمن سير عملها بالشكل المطلوب احتشد ثوار أمناء تعز للمطالبة باستكمال تحرير المحافظة دعا المتظاهرون عقب صلاة الجمعة الحكومة الشرعية والتحالف إلى سرعة دعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية اللازمة لاستكمال تحرير المدينة وأريف المحافظة وأكد المحتجون أن تأخر تحرير تعز يطول من عمر الميليشيا مطالبا الأمم المتحدة بتطبيق قرارها رقم 2216 لإنقاذ الحوثيين في محافظة الحديدة من خلال اتفاقات وحوارات زائفة حد وصفهم ولمزيد من التفاصيل حول صلاة الجمعة ومطالب المحتجين في محافظة تعز ينضم معنا من هناك الزميل أمين دبوان مراسلنا من تعز إذن أمين ما هي المطالب هذه المرة الذي رفعها المحتجون بعد صلاة الجمعة في تعز نعم هتف الثواب كالعادة الحاضر الغايب هو التحرير هدفوا لاستكماله تحرير بقية محافظة تعز من ميليشيا الحوثي وهتفوا لدعم الجيش الوطني لا يأتي التحرير إلا بدعم الجيش الوطني كما قالوا بالمعدات السخيلة خطيب الجمعة أيضا عبداللهاب الميرابي حذر السلطة المحلية في جانب آخر والمحافظ من إعادة تدوير مخلفات النظام السابق فبما وصفهم بالفساد والفافدين أيضا استغرب من توقف الحملة الأمنية والعسكرية داعيا لاستمرار عملها وطالب أيضا بملاحقة القتل والمجرمين وتطبيق المحاكمة العادلة ومحاسبة كل من وقب في صف الحوثيين في حربهم ضد مدينة تعز نعم طيب فيما يتعلق بمحافظ تعز وزيارته التي كانت خلال أيام الماضية إلى خارج المحافظة ولقائه بالرئيس هادي هل عاد مجددا إلى المحافظة وهل هناك فعلا ترتيبات لتوحيد الصف داخل محافظة تعز وحل الخلافات كما يدور من أحاديث هذه الأيام حول هذه الإشكالية نعم محافظة المحافظة من محمود وصل أمس خادما من العاصمة المؤقتة عدم بحسب مكتب الإعلام في المحافظة قال بأن المحافظة أجرى خلال الأسبوعين التي قضاها في عدن العديد من الاجتماعات أهمها كان مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونعم رئيس الوزراء وزير الداخلية بغرض توثير الدعم والاحتياجات اللازمة للنهود بالمحافظة بحسب بيان المكتب الإعلام أشار إلى أن تلك الاجتماعات أثمرت لقاءاتها في تحقيق العديد من المطالب الملحة والهام لتعز بحسب البيان لكن لازال الوضع الأمني هنا بحسب الوقاعة الميدانية لازال هشا وبحاجة إلى المزيد من الجهود سواء على مستوى الجبهات الجيش بحاجة إلى المعدات الثقيلة فهو لا يمتلك سوى خمس دربابات يحارب بها منذ بدء الحرب وبالنسبة للأمن لا زالت أصابات الإجرام تغسال بين الصينة والأخرى قيادات في الجيش وأيضا إثارة البلبلة بين المواطنين الزميل الأمين الدبوان مراسلنا من تعز شكرا تسيلا أقر المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب تشكيل لجنة لحصل المنشآت الصناعية والتجارية ودراسة تأثيرها البيئي ومدى التزامها بالمواصفات والاشراطات البيئة والصحية وشدد اجتماع للمكتب برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطم على ضرورة أن يتولى مكتب الأوقاف والإرشاد مسؤوليته في الإشراف المباشر على جميع المساجد والخطاب الديني الصادر عنه بما يعزز الأمن والاستقرار واللحمة المجتمعية ونبدأ التطرف والإرهاب وكشف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشة الحوثيين الإنقلابية بحق الشعب اليمني والتحريفات والتضليل الدينية الذي تمارسه تلك الميليشيات على العامة وتم في الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والتقارير عن سير الأنشطة الخدمية أبرزها تقرير الهيئة العامة لمياه الريف والذي أوضح فيه عن تنفيذه تسعة مشاريع مياه خلال العام المنصرم في عدد من المديريات التي يتواجد بها نازحون بتمويل من منظمة اليونسيف والبنك الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمة الكويتية هي حكومة معادية يجب أن ترحل ولدينا اليد الطولة والقدرات الكاملة لفرض مشروع الانتقالية بهذه الكلمات وصف عيد الروس الزويدي عقب استدعائه من الخارج لعدن في مقابلة له مع وكالة إيرام نيوز الإماراتية بعد عودة عيد الروس الزويدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بساعات إلى عدن واحتجاز آلاف الأسر النازحة إلى ما يفترض أنها العاصمة المؤقتة بنقاط الحزام الأمني أجرت وكالة إيرام نيوز الإماراتية مقابلة صحفية مع الزويدي تخللتها تصريحات تنذر بأزمة شديدة بين الشرعية والإمارات ويبدو السؤال بحسب مراقبين ماذا تريد الإمارات من هذه التي زارها قبل أسابيع؟ يأتي الجواب عبر عيد الروس بقوله أن حكومة هادي تحديدا هي حكومة معادية لذلك لن يكون هناك أي حلول أبدا إلا بعد إقالتها والانتهاء منها حكومة عملت على إذلال الناس وحرمانهم أبسط حقوقهم وبكل الأحوال هي سترحل في الوقت المناسب وبتصعيد خطير ينذر بانفجار الوضع عسكريا يقول الزبيدي لو لا التحالف لكانت أثرا بعد عين في أحداث يناير الماضية مطلع العام الجاري ويؤكد رئيس المجلس بالانتقال من العمل السياسي والسلمي إلى العمل العسكري ضد هادي ومخالفه في الجنوب بالقول يدنا هي الطولة ولدينا القدرات والإمكانيات الكاملة للدفاع عن أنفسنا وشعبنا وقضيتنا وبحسب خبراء بالسياسة الإماراتية فإن أبو ظبي تعرضت لهزيمة سياسية ودبلوماسية كبيرة في سقطرة لن تمر دون انتقام منها خاصة بعد أن وجهت اليمن رسالة إلى الأمم المتحدة تفيد بسيطرة الإمارات على الميليشيات المناطقية في الجنوب وإدارتها سجونا سرية يمارس فيها الجيش الإماراتي عمليات تعذيب وفق تقارير أكدتها الأمم المتحدة كما يربط آخرون هذا التصعيد بالموقف الحكومي من السيطرة على محافظة الحديدة ومينائها فيما لو تمت عملية التحرير المتوقعة وفيما تبدو المؤشرات متجهة لتصعيد عسكري بعد قضاء الانتقالي على الحراك السلمي نقل موقع عدن الغد عن رئيس إعلام الانتقالي منصور صالح دعوة صريحة لضبط النفس موجهة ليس إلى ميليشيات مجلسه ولكن إلى الحكومة الشرعية وكحجج الانتقالي المعلقة على شماعة الإخوان انتقال صالح إلى شماعة وراثة حزب المؤتمر دعونا نائب العام علي الأعوش لإنشاء الصندوق لجبر الضرر يكون محلل لتنفيذ الأحكام الصادرة في بعض قضايا الانتهاكات التي تتطلب جبر ضرر الضحايا جاء ذلك خلال لقاء جمعه في عدن رئيسة وأعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بحضور المحام العام الأول علي عطبوش وشدد الأعوش على ضرورة استكمال ملفات القضايا المرفوعة للنيابة العامة من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لكافة الإجراءات لتأخذ مسرها في التقاضي وفقا للقوانين الوطنية من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية أحمد المفلحي أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق منوها بمساوى التعاون والتنسيق القائم مع النيابة العامة بما من شأنه تسهيل الإجراءات والمساءلة وإنصاف الضحايا أفرجت الإمارات الثلاثاء والأربعاء عن دفعتين من المختطفين لديها يزيد عددهم عن ستين مختطفا من سجون غير قانونية وغير رسمية بعد تزايد الإدانات الدولية والمحلية للحزام الأمني الموالي لأبو ظبي لا تكاد تمر يوم إلا وصدح أمهات المختطفين يدوي مطالبا بالإفراج عن ذويهم في معتقلات الإمارات والحزام الأمني سيئة الصد والسمعة في عدن أما ماكن التظاهرات فهي تتعدد باستمرار في محيط مقر التحالف بالبريقة إلى قصر معاشيق وإدارة أمن عدن والمنظمات الأممية والدولية أو أبواب المساقد وغيرها من الأماكن على وقع هذه التظاهرات وإدانات المنظمة الدولية ولجنة الخبراء الخاصة بمقلاس الأمن أفرجت الإمارات مرغمة على عشرات المختطفين يزيد عددهم عن الستين مختطفا قضوا ما يقارب ثلاث سنوات من عمرهم تحت تعذيب الآلة الإماراتية وحزامها الأمني دون أي مسوغ قانوني أو أي مشروعية الأمم المتحدة أصدرت بيانا حديثا لها تعتقد فيه أن الإمارات تمارس تعذيبا على غرار سيجني أبو غريب جوان تنامو مستخدمة فيه الكلاب البوليوسية والاعتداءات الجنسية والإغراق الوهمي والصعق الكهربائي هيومون رايتس واتش وكالة الأسوشيتت بيريس كانت قد أصدرت في تقارير مختلفة عن سجون سريات تقدر عددها بثمانات عشر سيجنا لا تخضع للحكومة اليمنية وهو ما أكده وزير الداخلية أحمد الميسري في الأشهر الماضية لكن رابطة أمهات المختطفين قالت ليمن شباب إنها لا تعلم على وجه الدقة عدد المختطفين لدى الإمارات بسبب الخوف والاعتقال والتهديدات المستمرة التي تلقوها دول مختطفين وفتحت عملية الإفراج الأخيرة لعشرات المختطفين من سيجنبير أحمد الذي بنته الإمارات مؤخرا آمالا واسعة للإفراج عن بقية المختطفين خاصة بعد أن برأتهم النيابة العامة والجزائية من أي تهم ضدهم في موضوع آخر أقرت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد قانون الحماية تي بي سي أو تي بي اس على اليمنين غير المهاجرين أو المتواجدين على أراضيها وعدم ترحيلهم ويعد هذا هو التمديد الأول ويخضع للمراجعة بعد ثمانية عشر شهرا وتحديدا في الثالث من مارس من العام الفين وعشرين وأدرجت الولايات المتحدة اليمنيين في برنامج الحماية في سبتمبر من العام الفين وخمسة عشر بعد انقلاب ميليشيا الحوثين الانقلابية وكانت السفارة اليمنية في واشنطن قد تحركت لدى الجهات المختصة الأمريكية بهدف تجديد البرنامج نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها اليمن وخطورة العدى للمستفيدين من الحماية بسبب الحرب هذا ورحبت وزارة الشؤون المغتربين بقرار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على تمديد قانون الحماية تي بي اس لليمنيين غير المهاجرين والمتواجدين حاليا للولايات المتحدة الأمريكية وتراجع عن قرار ترحيلهم وأوضحت الوزارة أن 1250 يمنيا مقيما في أمريكا سيستفيدنا من التمديد قتل سبعة واصب أربعة عشر آخرون برصاص مسلح هاجم حفل زفاف في مديرلة مذيخرة غرب محافظة إب وقالت مصادر محلية أن مسلحا مجهولا هاجم عرسا في منطقة حمير مذيخرة وأطلق النار بشكل عشوائي على العريس والمدعويين ومن ثم لذى بالفرار وأضفت المصادر أن فرار المدعويين لحظة إطلاق رصاص سهل هروب المسلح الذي لا تعرف هويته ودوافع إقدامه على الحادثة بلغت إرادة مكتب جمالك وادي وصحراء حضرموت والدوائر التابعة له جمركي ميناء منفذ الوديع البري ومطار سيئون من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى للنصف الأول من العام الجاري 2018 مبلغ 16 مليار و739 مليون و196 ألفا و706 ريالات بزيادة عن العام الماضي 2017 بمبلغ مليارين و186 مليون و332 ألفا و545 ريال وأرجع مدير عام مكتب جمالك حضرموت الوادي والصحراء عاشور قفسان أسباب الزيادة إلى إقبال المواطنين والمغتربين على ترسيم سياراتهم وآلياتهم مستغلين فترة التخفيض وكذا الزيادة الملحوظة لتجار والمستثمرين في مسورداتهم عبر جمرك منفذ الوديعة وزيادة الاسيراد من قبل التجار والمستثمرين عبر مطار سيئون الدولي وخاصة في جانب الأدوية إضافة إلى انتظام الرحلات اليومية بالمطار الجيش الوطني يحرز تقدماً ميدانياً جديداً في منطقة كتاف شمال صعدة السلطات في وادي وصحراء حضرموت تحذر من استغلال الاحتجاجات في تحقيق أهداف سياسية حشود تورية بساحة الحرية في تعز تطالب بسرعة استكمال تحرير المحافظة لمشاهدين هذا كل ما لدينا حتى الساعة نشكركم على طيب المتابعة للقاء اشتركوا في القناة